تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراح برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان الخليفة وزير شؤون الدوان الملكي نعم وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية رفع فيها سموه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسماء آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وأعرب سمو وزير شؤون الدوان الملكي في برقيته عن عميق فخره واعتزازه بما تشهده مملكة البحرين من خطوات متقدمة ومتسارعة على طريق التقدم والازدهار وبما تحقق من إنجازات ومكتسبات حضرية وتنموية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باعيا سموه المولى العلي القدير أن يديم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والسعادة وطول العمر ويحقق لمملكة البحرين وأبنائها المزيد من التقدم والازدهار